السيد دولة رئيس الوزراء المحترم هو الذي أشرفه وشاهده واطلعه ورأى فيديوات وتقارير ورأى بأم عينه عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات أن هذه الأجهزة مخترقة وقد تمت التعامل معها وزورت فيها الانتخابات وكان رئيسا لجهاز المخابرات وهو الذي قدم المعلومات كاملة عن أسباب وتردي واختراق هذه الأجهزة ويمتلك كل شيء فكيف يثق دولته بدون الشركة الفاحصة لديكم ولديه من الأدلة ما يكفي وبالتالي كيف ستضعون مصيرنا في أجهزة أنتم قبل غيركم تعرفون أنها تخترق والوليد اللي قدرون كل شيء يسوون وسوواوا بالعام 2018 الموضوع غير شكل في الحقيقة نستفيد حتى من تجربة 2018 وحتى من خبرة هذه اللجان التي كشفت التزوير أو الخروقات الانتخابية التي صارت هناك استفادة كاملة من كل هذه التقالير من كل هذه الخبرات ولن تكرر العملية بالشكل السابق نحن طبعا نتحدث كمستشار لرئيس المزراء وندعو المفوضية دائما بالالتزام بشكل صارم بالتعليمات وأيضا بالأمانة في هذه القضية وهناك طبعا مثل ما ذكرت لك الخبرة الدولية موجودة الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة العامل معهم يضطي رأي في هذا المجال أنا كمواطن يا أستاذ عبد الحسين أنا كمواطن أحترم رأيك والتلدغ الحية بيدي يخاف منجرة الحبل أنت الآن تقول القضية الآن غير شكل أنا كمواطن من حقي أنا أعترض على ما تقوله وأقول لك وفر لي ضمانات وقل لي الغير شكل شنو الأجهزة نفس الأجهزة العد والفرز نفس العد الفرز أجهزة تسريحية القديمة بذاتها ما الذي اختلف بحيث تقول لنا اليوم أن الأمر قد اختلف وغير شكل وأن الخبرة الدولية لمتحدة أنا ريد أطمئن أنا غير مطمئن وغير متفاعل مع هذه التصريحات نعم من حقك طبعا بلا شك نحن نعتقد أهم عمل حاليا هو إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بدون إعادة الثقة إعادة الثقة العراقيين أنفسهم الناخبين وكل المواطنين هذه مهمة الأساسية الآن بس نحن نتحرك على أساس واضح وواعي في هذه القضية يعني إذا كانت هناك تجارب وخروقات يجب الاستفادة منها في الانتخابات المقبلة وهناك آليات رقابية أعلى رح تكون في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ترجمة نانسي قنقر